اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الخلافة بالنص عن طريق الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وايضا نسأل سؤال فنقول إذا كانت الخلافة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تتحدد بالنص فمن هو الخليفة الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي نص عليه الله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قطعا الذي نص عليه القرآن أو نص عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخلافة من بعده هو علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه والروايات الواردة والأحاديث بهذا كثيرة ولكننا نقتصر على الممكن لضيق الوقت فنبدأ بقراءة مجموعة من الروايات التي وردت وعينت وشخصت أن الخليفة من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه فإذا ثبت هذا نثبت بذلك أن الخلافة من بعد عليم للحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الإمام الحسين عليه السلام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فنقول الروايات والأحاديث كثيرة منها الحديث الذي اتفقت عليه الأمة ولا يوجد من ينكره وهو حديث الثقلين كما ورد عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إني أوشك أن أدعى فأجيب وإني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترق حتى يرد علي الحوض فانظروني بما تخلفوني فيهما قطعا هذا الحديث متفق عليه عن كل المسلمين وأن الاختلاف الذي وقع وقع في صيغة الألفاظ الواردة في الحديث ولكن نحن هذه اللفظ الذي نقل موجود في مسند أحمد وبقية الكتب للمتمثلة بالترمذي وكذلك الحاكم في المستدرك ومسلم في مسنده وممكن للسامع إذا أراد أن يراجع هذا الحديث أن يرجع إلى الكتب الروائية فأن بطون الكتب قد ملئت بالحاديث الواردة بحق حلي بن أبي طالب ومن بينها هذا الحديث وهو حديث الثقلين وقد أخرج هذا الحديث مسلم في مسنده والترمذي وأحمد في مسنده والحاكم في المستدرك وابن حجر وغيرهم وإن دلالة هذا الحديث على إمامتي علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربط ما بين العترة وما بين القرآن إني تاركن فيكم الثقلين كتاب الله حبل ممدود وعترتي أهل بيتي لن يفترق لن يفترق النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو صاحب اللغة وأساس اللغة فعندما اختار لن حتى يبين أن الملازمة ما بين أهل البيت وما بين القرآن هي ملازمة أبدية لن يفترق حتى يرد علي الحوض هذا من جهة من جهة ثانية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يبين للناس أن القرآن بما أنه معصوم وأنه محفوظ من قبل الله سبحانه وتعالى فكذلك بالنسبة إلى عترته وأهل بيته فإنهم معصومون باعتبار أن المقارنة ما بين القرآن وما بين أهل البيت لا بد أن يكون لأهل البيت من المنزلة والعظمة ما يجعلها مقاربة ومقارنة للقرآن فلذا النبي صلى الله عليه وآله أكد عصمة أهل البيت من خلال هذا الحديث أيضا وبينا في المحاضرات السابقة أن أهل البيت أو أن المعصوم العصمة شرط من شروط الإمامة والمعصوم لا يمكن تحديده إلا من قبل الله عز وجل العالم بالغيب وبهذا يتضح أن خلافة علي بن أبي طالب قد نص عليها من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث الأول الحديث الثاني وهو حديث المعالات كما روي وورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنن الترمذي وصحيح الألباني وكذلك مسند أحمد بن حنبل وصحيح الحاكم وغيرهم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في علي بن أبي طالب من كنت مولاه فعلي مولاه والمولى طبعا له عدة معاني منها الأخ والصاحب وغير ذلك ولكن ابن الأثير يقول بعد تعداد المعاني المذكورة تقريب 20 أو أكثر من معنى للمولى يقول مع تعداد هذه المعاني المذكورة وأكثرها قد جاءت في الحديث فيضاف كل واحد إلى ما يقتضيه الحديث الوارد يقول هذه المعاني اللي ترد نحن نشوف أنه تصدق مثلا نأخذ هذا المعنى ونطبقه يقول هذه المعاني ممكن أنه ترد فيه فيضاف كل واحد إلى ما يقتضيه الحديث الوارد والمراد بالمولى في الحديث هو الولي طيب نحن نقول أن المراد بالحديث من كنت مولاه فعلي مولاه المراد بالولاية هنا الولاية أن الناس يجب أن يطيعون عليه بن أبي طالب وهو ولي عليهم قال والمراد بالمولى في الحديث هو الولي وهو القائم بالأمر الأولى بالتصرف وما الدليل على ذلك لما ورد في كثير من طرق الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم روايات كثيرة حديث كثيرة أشار فيها إلى أن المراد من الولي هو الأولى بالتصرف في الأمة كما ورد في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس ألست أولى بكم من أنفسكم قالوا بلى يا رسول الله قال من كنت مولاه فعلي مولاه وقد جاء وصف الإمام علي بن أبي طالب بالولي في أحاديث أخرى منها ما أخرجه الحاكم في المستدرك وأحمد في المسند وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما تريدون من علي إن علي مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن ومؤمنة وأيضا حديث المنزلة الذي من الحاديث المتسالم والمتعارف عن جميع ألماء المسلمين وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما خرج إلى تبوك واستخلف الإمام علي بن أبي طالب على المدينة فقال له الإمام يا رسول الله استخلفتني على الصبيان وعلى النساء قال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي فهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال ليس نبي بعدي معنى ذلك استثنى الإمام من النبوة فقط وأعطى جميع ما أعطي هارون عليه السلام إلى نسبة إلى موسى فكما أن هارون كان خليفة للموسى فكذلك الإمام علي بن أبي طالب كان خليفة إلى النبي صلى الله عليه وآله وأيضا نختم هذه الحلقات بالواقع الكبرى التي ملأت بطون الكتب ولا تغيب عن عاقل ألا وهي حادثة غدير خم عندما نزل جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له أمره أن الله سبحانه وتعالى يأمره بالتبليغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس فنقل المسلمون أن النبي صلى الله عليه وآله مع ارتفاع درجات الحرارة وذلك الحر الشديد أمر المسلمون بأن ينصبون لهم منبرا ثم اجتمع الناس ونادى بعلي بن أبي طالب أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيد علي بن أبي طالب فقال ألست ولي المؤمنين قالوا بلى يا رسول الله قال من كنت مولاه فعلي مولاه فقال عمر بن الخطاب بخ بخ لك يا علي بخ بخ لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة ونص آخر كل مسلم ومسلمة ففي هذه الحادثة مع حضور عشرات بل المئات بل الآلاف من المسلمين اجتمعوا وأعلن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الخلافة من بعده لعلي بن أبي طالب وأيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أعلن الخلافة في بادئ الدعوة عندما أنزل الله سبحانه وتعالى قوله وانذر عشيرتك الأقربين وأرسل النبي إلى أقربائه وقال لهم أنه أوكل إليه أمر الرسالة والدعوة إلى الله ومن يؤازره على هذا الأمر يكون أخيه وخليفته من بعده ولم يجيبه أحد إلا علي بن أبي طالب فقال النبي صلى الله عليه وآله أنت أخي وخليفتي من بعدي فالتفت من كان حاضرا إلى أبي طالب وقال له لقد أمر ابنك عليك فهذه الروايات وغيرها تملأ بطون الكتب تشير إلى أن الخلافة من بعد النبي هي لعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وهذه القضية من أمهات القضايا المهمة التي ينبغي على كل عاقل وكل مدرك أن يتفحص حتى يصل إلى الحقيقة لأنه يسأل من قبل الله سبحانه وتعالى وفيها النجاة في الدنيا وفي الآخرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن صدق قول النبي صلى الله عليه وآله وأمر وعمل بأوامره وتمسك بخلفائه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآله محمد